موسيقى قال ابن الأثير واو فغضب السودان لاحظ من هنا نقول ذاك الخصي كان أسود يقول فغضب السودان الذين بمصر لقتل مؤتمن الخلافة حمية لأنه أسودهم من السودان أيضا من السود يقول ولأنه كان يتعصب لهم فحشدوا وجمعوا فزادت عدتهم على خمسين ألفا وقصدوا حرب الأجناد الصلاحية فاجتمع العسكر أيضا وقاتلوهم بين القصرين وكثر القتل في الفريقين زاي يقول فأرسل صلاح الدين التفت يوجد معركة يوجد قتال في مكان ما في منطقة ما في منطقة بين القصرين يوجد قتال التفت ما هو الإجراء ما هو الإجراء العسكري يقول زاي سيأتي تعليق عندنا على هذا الأمر يقول فأرسل صلاح الدين إلى محلتهم القتال في منطقة وهم أتوا من مكان من محلة من محافظة من بلدة من مدينة من حي من الأحياء التفت يقول فأرسل صلاح الدين إلى محلتهم المعروفة بالمنصورة فأحرقها على أموالهم وأولادهم وحرامهم التفت جيدا ابن الأثير أيضا من الزنكيين ابن الأثير شافعي ابن الأثير من الموالين لتلك الدولة لدولة الزنكيين وامتداد الدولة الزنكية بأسلاطين الأيوبين هو الذي يذكر هذا هذه اللقاء يقول فأحرقها على أموالهم وأولادهم وحرامهم فلما أتاهم الخبر بذلك ولو من هزمين فركبهم السيف وأخذت عليهم أفواه السكك ولو من هزمين فركبهم السيف وأخذت عليهم أفواه السكك فطلبوا الأمان بعد أن كثر فيهم القتل فأجيبوا إلى ذلك في هذا شيء لا يوجد شيء كلام طبيعي يحصل عند المسلمين يحصل عند اليهود يحصل عند النصارى يحصل عند البوذية يحصل عند الهندوس يحصل عند المشركين ما قبل الإسلام يحصل عند الحرانية يحصل عند الصابة يحصل عند المجوس يعطى الأمان فينتهي الأمر ويمتثل ما قيل وما تعهد به الإنسان إذن القضية ليس فيها شيء لنرى ماذا حصل يقول فطلبوا الأمان بعد أن كثر فيهم القتل فأجيبوا إلى ذلك فأخرجوا من مصر إلى الجيزة انتهي الأمان لا لم ينتهي يقول فعبر إليهم شمس الدولة تورا شاه أخو صلاح الدين الأكبر في طائفة من العسكر فأبادهم بالسيف فأبادهم بالسيف ولم يبق منهم إلا القليل الشريد وكف الله تعالى شرهم والله أعلم انتفت جيدا لاحظ الخليفة الفاطمي ما هو هواه هواه مع الزنكي ما هو هواه هواه ضد الفرنج ضد الصليبيين هواه مع المسلمين هواه مع الزنكي هواه مع صلاح الدين على فرص صحة قصة النعلين وهذا الخصي الأسود كان خائنا إذن لا يوجد أي إشكال على توجه الخليفة الفاطمي ولم يقل به حتى ابن الأثير ولم يذكر ابن الأثير بأنه يوجد خلل في توجه الخليفة الفاطمي والقضية واضحة ولا تحتاج إلى مؤونة في التصديق بها إذن هذا الخادم ليس على منهج ولا الخليفة الفاطمي لاحظوا الخليفة الفاطمي كما قلنا له صفة دينية له منصب ديني فالمفوض يطاع الخليفة الفاطمي بما يقول بما يتخذ من مواقف بما يختار من قادة من وزراء فمن يخالف فليس هو على الخط الفاطمي ليس من أتباع الفاطمين ليس من مذهب الفاطمين ليس من مقلدي الخليفة الفاطمي وانتهى الأمر وهؤلاء الذين خرجوا أيضا ليسوا على نهج الخليفة الفاطمي وإلا لماذا خرجوا على صلاح الدين على الوزير الذي عينه الملك الذي عينه السلطان الفاطمي فإذا كانوا على النهج الفاطمي على التقليد الفاطمي على تبعية الفاطمي والخليف الفاطمي والحاكم الفاطمي والمرجع الفاطمي لما خرجوا عبد أسود خصي قتله لخيانته وانتهى الأمر وهذا وزير عينه الخليفة وخلع عليه الخليفة ونصبه الخليفة وقربه الخليفة فلماذا تخرجون وتخالفون رأي المرجع الديني الخليفة الفاطمي إذن هؤلاء الذين خرجوا لا يقلدون الخليفة الفاطمي ومن كان في البيت من كان في المدينة من كان في الحي من كان في المحلة في محلتهم من عوائلهم أيضا لا يقلد الخليفة الفاطمة كل واحد يرتبط بعائلة إذن توجه العوائل العام لا علاقة له بالخليفة الفاطمة